السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رح نجارك معاكم السلسة حرة بالخضار الصيفية رح نحتفظ بها لفصل الشتاء رحنا في موسم الطماطم الفلفل حلو فلفل حر وكلها متوفرة وباثمان رخيصة رح نستغلوها ونديرو بها سلسات كثيرة وكذلك رح نشوفو طريقة الاحتفاظ بها وخارج الثلاجة طول السنة اللي تحب تحتفظ بالخضار المخلالات والسلسات في مطبخها ويكونوا متوفرين على طول العام فقط دخلي للقناة شوفي قوائم التشغيل ورح تلقي كامل وش حبيتي رح نقولو بسم الله وندخلو مباشرة في المقادير وطريقة التحذير عندي منزوج الى ثلاثة كيلو غرام من الطماطم انا اخترت هذا الطماطم اجي النوع تحت طويل اجيب لحمة من داخل فيها القليل من البوذر والسوائل حوالي زوج كيلو غرام من الفلفل الاحمر يحلو ضرور يكون عندكم الفلفل الاحمر يعني هاد الوصفة ما تقدروش تديرها بالطرشي الاخضر كذلك عندي كمية من الحار يعني حوالي من 200 غرام من كل نوع هنا تقدرو تديرو فقط النوع الاحمر ولا الاخضر فقط انا فقط لقيت هاد الانواع في السوق وحبيت ندير بهم هاد الوصفة يعني الفلفل الحار تقدرو تديرو اي لون يكون متوفر عندكم في المنزل سواء كان الاخضر ولا الحمر ولا النوعين معا عندي راس داع ثوم يكون كبير الحجم ضروري تكون كمية الثوم متناسبة مع كمية الخضر رح ندخلوا في طريقة التحضير نجيبوا متحانة الطعام ونقطعوا الطماطم بها بالقشرة نحن نشوفوا الطماطم اللي اخترتها يعني نوعية جيدة لما تكونوا في فصل الصيف من الاحسن تختاروا هذه الطماطم اللي جي طويلة الحجم يعني جي حمراء اللون جي حلوة المداق ما فيهاش الكثير من السوائل والبودور ورح تمدلكم النتيجة مليها مع كل هذه السلسات نحن هوليت القوام اللي لازم تحصلوا عليه مباشرة رح نديروها في قدر يكون ثقيل ويكون عميق لاننا رح نديرو كمية لبأس بها مباشرة رح نرفضها الموقد على النار متوسطة وبعد الغلايان رح نشوفوا بقية الوصفة هنا نصف كاستعزيت نباتية يعني هذا الكاس في 250 ميلي لتر رح ندير نصف كاستعلاتين من الخل هنا تحبوا ديرو الخل الأبيض الخل الأحمر يعني المتوفر في المطبخ رح نخلي هات السلسات فوق النار حوالي نصف ساعة يعني ستكون على النار متوسطة وبعد الغلايان رح نقص له نخليها ثلاثين دقيقة هنا في نفس متحان الطعام رح نقطع الفلفل الأحمر الحلو ورح ندير له نفس العملية بعد من كمله رح نتحصله على هذا القوام كذلك رح نديرو الفلفل حار وهنا ضروري تكونوا دايرين القوانتي والقفازات لانه موحد نوعية على الحار يعني حراء بزاف انا خليت البدور واذا حبيت وتنحوهم لكم الاختيار يعني هنا مشي شرط النوعية على الحار المهم هات السلسات جي حراء وديرو اي حار يكون متوفر عندكم في المطبخ رح نديرو كذلك نفس العملي رح نخلي في مطحان الطعام حوالي دقيقة ورح نفتح عليه رح نبري لكم بالملعقة فقط يعني ما يكونش ارقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف يكون متوسط انا رح نكمل نقطع الحار اللي بقالي بنفس الطريقة وبعدها رح نواصلوا بقية الوصفة هنا هيليك سلسات الطماطم وليح ذيك الطماطم اللي درناها في البداية يعني شوفوا الكمية اللي تبخرت لي من السوائل رح نكملوا بقية الوصفة ورح نجيب ملعقة كبيرة من السكر يعني هنا السكر رح نحلي الحمودة على الطماطم وكذلك رح يكون كمدا حافظة هنا جبت الفلفل الأحمر الحلو لجوزنا في مطحانة الطعام يعني رح ندير كل الكمية كذلك رح نجيبوا الكمية على الحار يعني تقدروا تنقصوا كمية الحار ولا تزيدها على حسب الدوق لكن اصل هذا الوصفة يعني تجي حارة جدا رح نخلطو خلطة لتمتازج كل المكونات وبعد الغلايان رح نخلوها على نار من متوسطة الى هادئة حوالي خمسة وعشرين الى ثلاثين دقيقة هذا شكل السلسة بعد حوالي خمسة وعشرين دقيقة هنا رح نضيف لها ملعقة وربع من الملح وتقدروا تزيده ولا تنقصوا على حسب الدوق كنت ضفت كذلك كمية الثوم اللي كنت جوسته في السكيرفيتش وعندي ربطة ولا حزمة من المعدنوس يعني غسلوها ملح ملح وقطعوها تقطيعها نعم رح نخلط خلطة خفيفة باش يمتازجون مكونات ورح نخلي هاذ السلسة تواصلته حوالي عشرين دقيقة هنا النار لازم تكون من وتوسطة الى هادئة داروري تعسوها وتحركوها من حين الى اخر هكدا باش متتحرق لكمش هنا كما شفتوا يعني مهدرتش الغيطة النهائيا يعني داروري تتبخر هاذ السلسة وتتركز رح نحضروا احلى البلارات يعني هاذ البلارات تعقمتهم مسبقا وفي كل مرة يعني منديرش طريقة التعقيم لانني عندي فيديو تعقيم البلارات وبخمس طرق رح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوه يعني التعقيم تحت البلارات اللي هي متوسطة الحجم رح يكون حوالي عشرين دقيقة في مياه مغلية وكذلك رح ندير الاغذية يتعقموا كذلك رح ترفضوهم بهذا الملقط بدون متمسوهم من الداخل وبعد ما نشوفوكم تماما رح نديروا فيهم هاد السلسة تعقيم البلارات من اهم العوامل لي خلوكم هاد السلسة اللي تحتفظوا بهم خارج الثلاجة يبقوا لكم مدة طويلة وتلقوهم على طول السنة يعني ضروري تحقموا البلارات داعكم وبطريقة الصحيحة رح تلقوا كل هاد المعلومات في فيديو تحقيم البلارات ورح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوه بعد ما طفيت على هاد السلسة رح نجيب قمع ورح ناخذوا البلارات اللي عقمناهم مسبقا وهنا كاينة ملاحظة مهمة جدا يعني ضروري هاد السلسة تكون ساخنة جدا ووصلة لدرجة الغلايا انا جبتت نجرتها وراني نعمار فيها يعني بعد ما سخنتها ملح ملح يعني ننحيتها من فوق الموقت فقط لانه جاني التصوير شوية صعيب اما انتم في منازلكم خلوا القدر التاعكم فوق النار يعني نقصوا هذيك النار وخلوها تغلي وانتم في نفس الوقت رح نديروا فيها داخل البلارات وهنا كما شفتوا يعني مسحتها كامل بورق المطبخ وغلقتها ملح ملح وراني ندير فيها مقلوبة رأسنا اعلى عقب يعني هنا السلسة رح تكون ساخنة جدا يعني من الدروري تعاونوا روحتيكم بفوطة على المطبخ هكذا بش متحرق كمش هذه البلارة وديروا نفس العملية ان شاء الله فقط تكونوا فهمتوا الطريقة لانه هذي الطريقة هي اساس نجاح هذه الوصفات يعني هنا رح نغلقوا البلارة ملح ملح نقلبها ونحطها رأسا اعلى عقب ورح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة هنا رح ناخد هذي البلارات ورح نغطيهم بفوطة على مطبخ تكون نظيفة رح نخليهم حوالي 8 ساعات بهذه الوضعية انا طيبت هذي السلسة في المساء خليتهم في ركن في المطبخ يعني هذيك الاشياء كامل وخليتهم باتوا هذيك الليلة ولقيتهم بهذا الشكل هناك مشتو يعني هذوك البلارات درت تحتهم فوطة تع مطبخ لماذا لانه هذي البلارات يعني ادام مغلقتهم مش مليح مليح وكان فيهم اي تسرب يعني رح تفيقوا كي تلقوا هذيك الفوطة تع المطبخ يعني مش مغا ولا مبللة في الاسفل يعني اذا كان اي تسرب في البلارة لما تقلبوها رأسا على عقب هذيك البلارة ما تقدروش تحتفظوا بها خارج الثلاجة مدة طويلة يعني رح تحتفظوا بها في الثلاجة اذا كانت البلارات مخطومة تماما ستكون الوصفة ناجحة وتحتفظوا بهذه السلسة خارج الثلج يعني اي مكان يكون بارد ومظلم نشوفوا يعني ما عندي شو لا تسرب هنا الفوطة تع المطبخ رهي جفة تماما يعني انتحوا لي كامل البلارات رح نعود نقلبهم كما كانوا في البداية يعني كل البلارات رح مخطومين كذلك النوع تعل البلارات يعني يلعى بدور مهم نمرات نشي بلارات يكونوا ميتغلقوش مليح وما نقدرش ننجح في مثل هذه الوصفة سلسة سهلة لذيذة جدا رح تكون خليط بين الذوق الحلو الحار والمالح رح تحطوها بجانب الاطباق الرئيسية والاطباق الجانبية رح تكون كفاتحة للشهية رح تديروا منها كمية كبيرة وتلقوها في اي وقت من السنة رح ندرى كذلك هذا السلسة الحراء للمشاوي وفيها البطنجان وبعض المكونات الاخرى سلسة الطماطم كذلك وصفة سهلة جدا وناجحة مئة بالمئة ان شاء الله تجربوهم تنجحوا فيهم واذا نجحتوا فيهم تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الاصدقاء وفي الاخير رح نقولكم اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته